لكن التخطيط في النادي الاهلي طلبت تفسير عن تراجع الأداء الفترة اللي فهتت خصوصاً إن الفريق ظهر بشكل سيء في مباريات سانداونز والمريخ رغم الفوز على المريخ مسيماني قال إن ضغط المباريات هو السبب وقعد بعود الأداء المتميز في الفترة اللي جاية وأنا عندي كثير من التحفظات على أداء النادي الاهلي هقول لكم بصراحة أنا عارف إنه في الظروف الزكية ده هتجي تقول لي قبل ما أكمل بس كلامي هتجي تقول لي هو أنت يعني هو الزمالك كويس لا الزمالك كمان مش كويس الزمالك كمان بقى له فترة طويلة مش كويس بس هوا مع مدير فني جديد نشوف هيعمل إيه مع الفريق نشوف هيعمل إيه مع الفريق لسه مستلم الفريق وبالتالي ما أقدرش يحكم على اللي جاي من دلوقتي بس في الأهلي أنا عندي التحفظ إذا أنا قلت لحراركم أكتر من مرة أنا الأهلي بالنسبة لي بطل أفريقيا عامين متلاليين ينزل قدام أي منافس المنافس ده مزنوق في منطقة جزاؤه والأهلي عمال يهاجم وعمال يسدد وعمال يضيع فرص وعمال يهاجم ده الأهلي من المفترض على مستوى التاريخ وعلى مستوى الحاضر الأهلي أقوى فريق في الكارة الأفريقية فما فيش مجال أنك تسيب للمريخ فرصة أن نلعب عليك بسهولة ما فيش مجال أنك تسيب سانداونز يكسبك على ملعبك ما فيش مجال أنك تتعادل مع الهلال خارج ملعبك دي مش منطقية هتقول لي ما هو اللعيبة مرهقة أنا قلت للكابتن عادل من شوية لا قائمة النادي الأهلي مليانة لعيبة المفروض تسد وما ينفعش يبقى قصة الأرهاج دي هي السبب لا يطول عمره مرهق بالمراسم ولا يطول عمره يقدم يقدم أداء كبير في كل المناسبات وكل البطولة طول الوقت الأهلي مرهق طول الوقت طول المواسم اللي فاتت ضغط البطولات الكثيرة على النادي الأهلي بتخليه دايما مضغوط وبالتالي الأهلي زود قائمته السنة تحديدا بلعبين رائعين جدا عشان يقدر يعوض الضغط ده طب ليه ما تعوضش يبقى دي مشكلة مدير فني فين ميكي سوني ليه علي معلول ما بيريحش ليه محمود وحين مش موجود ما دي دول موجودين في قائمة النادي الأهلي ليه حسين الشحات بعيدة عن مستوى ليه طاهر محمد طاهر بعيدة عن مستوى ليه بير ستاو بعيدة عن مستوى ليه فين كريم فؤاد اللي كان صفقة مهمة جدا المفروض هتدعم الأهلي سواء في مركز زي الأيمن أو زي الأيصر ليه مش بياخد كتير كل ده يسعى عنه المدير فني تغيير طريقة اللعبة أكتر من مرة مرة 3-4-3 ومرة 4-3-3 ومرة 4-2-3-1 كتير كتير في مباريات متقربة كتير أول أنك تغير كل طرق اللعبة دي ده بيبجورديولو ما جعملتش كده طيب هل ده معناه أنا دائماً بقول الجملة دي عشان يتخل كل الكلام ده ويتنسي حاجة مهمة جدا هل ده معناه أن المسلماني مدرب مش كواس لا طبعاً كواس جدا هل ده معناه أن المسلماني مدرب مش كبير لا ده مدرب كبير جداً جداً بس في حاجة كتير تغيير طرق اللعبة كل شوية ده كتير كمان كتير أول شيء